في نهاره له فضل عظيم عند الله جل وعلا ما هذا العمل؟ إنها صلاة الضحى صلاة الضحى سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الله جل وعلا صلاة الضحى قد ينساها الكثيرون الطالب في مدرسته الموظف في عمله المرأة في بيتها الرجل في دوابه قد ينسى الناس صلاة الضحى والحقيقة أنها صلاة عظيمة أوصاها النبي لأبي هريرة يقول ما أتركها ما حيت أوصاني بثلاث منها صلاة الضحى وكان النبي يحرص عليها أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها تبدأ بعد طلوع الشمس وتنتهي قبيل صلاة الظهر وأفضلها قبيل أذان الظهر وأفضلها حين ترمض الفصال أن يشتد الحر في النهار صلاة الضحى من فضائلها أنها تجزئ عن صدقات كثيرة يقول عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة إذا أصبحت كل مفصل في جسدك يجب عليك أن تخرج عنه صدقة عدها بعضهم ثلاثمائة وستين صدقة طيب شلون؟ قال كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر من المعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك كله شيء واحد تسويه يجزئ عن الثلاثمائة وستين صدقة كلها ما هو هذا الشيء؟ قال ركعتان يركعهما من الضحى من فكر في نهاره سواء كان في العمل أو كان في مدرسة أو كانت في البيت أو كان في أي مكان أن يتوضأ في النهار ويصلي لله عز وجل ما شاء ركعتان ركعتان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تروي إحدى زوجاته بأنه كان يصليها صلاة خفيفة أد هذه الأعمال واقتنص الأجر من الله جل وعلا